استعدادا لمواجهة الاسماعيلي يوم الجمعة القادم طيب مستمرين معاكم في فقرة تريند الاهلي ونشوف معنا ايه بالنسبة للفترة اللي جاية والسيوشيال ميديا بتتكلم عليه طبعا مصدر ليلا قرى جهازية الشحات بعد الانتهاء من البرنامج التاهيلي وزي ما قال توفيه معنا في المداخلة وايضا كمان صفحة فجول بتتكلم على الشحات امامي واسبوع بالنسبة للفترة الجاية طيب ساعد سمير وختمها مسك في تريند الاهلي لان ساعد سمير زي ما قلتلكم من اللعيبة اللي تحب تقعد معها ودايما كده عنده الفكاهة والمرح وعلى فكرة بيطفي ده بشكل إيجابي على الفريق سواء هو موجود في التيم بشكل أساسي أو حتى بعيد بسبب الإصابة الف سلام عليه ويرجع بصورة ان شاء الله ساعد سمير على صفحته على فيسبوك بيوجه الشكر لمحمد صلاح على الدعم والمسندة ونشر صورة لفيديو كول كان لي مع صلاح وقال دايما مسل يحتزي به لنا جميعا محمد صلاح من اللعيبة طبعا المتميزة شايفين في الصورة قدامنا يعني ساعد سمير في خلفية الصورة مع محمد صلاح يعني حاجة حاجة رائعة جدا من ساعد ومحمد صلاح من اللعيبة المحترمة اللي تحب تسمع لها وتتفرج عليها ومثل بيحتزي بالجميع على فكرة محمد صلاح من اللعيبة اللي تقدر تقول آيقونة آيقونة لكل الجماهير المصرية الأطفال الشباب الرجال السيدات الكل أكيد سعيد بهذا الرمز الكبير اللي بيشرف مصر في الملعب الأوروبية وفي الدور الإنجليزي وحاجة يعني بجد حاجة يعني لعيب لعيب محترف ولعيب تقدر تقول عقلية مختلفة محمد صلاح من اللعيبة اللي عندها عقلية مختلفة فبالتالي ساعد سمير كان فيه علاقة جيدة جدا مع محمد صلاح ومحمد صلاح كان بصراحة عامل دور إيجابي جدا مع ساعد في الفترة الأخيرة نفسيا كمان عشان يقدر يجهز بالنسبة للمرحلة اللي جاية فساعد بالتأكيد كان ليه رسالة طيبة جدا وما بيسكتش لازم يشاير ولازم يطلع على السوشيال ميديا وحاجة طيبة من ساعد سمير وكل لعبي النادي الأهلي دي كانت آخر بحاجة عنا النهاردة في فقرة ترند الأهلي وإن شاء الله الفترة الجاية تكون جيدة وعايز أقول لكم والله الفترة الجاية تكون فيها حاجات إن شاء الله ممتازة وبلاش أي معلومات غير صحيحة تبصوها ولا تهتموا بيها لأنهم شايفين أهلي ماشي كويس فبيصدروا لكم كلام ومعلومات غير صحيحة أكتفي بهذا القول